بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر محمود عبدالله وان شاء الله الوقت هناخد مع بعض part 2 الجزء الثاني في التكست الخاص بي listen to unit 5 connect 5 طيب التايتل بتاع part 2 ايه؟ why؟ لماذا؟ are ecosystems الأنظمة البيئية important؟ مهمة ودي adjective important دي مهمة adjective لازم تسأل على adjective بذربة بي؟ طيب جبت لي why are علشان الـ ecosystem's ده هي؟ جامع فاللي بيحدد هنا is أو are subject التاعك اللي هو الفاعل والفاعل هنا اللي هو الأنظمة البيئية جامع يبقى why are ecosystems important؟ يلا بينا باسم الله نبدأ التكست كل شيء في العالم الطبيعي بتاعنا مرتبط ومتصل ببعضه an ecosystem النظام البيئي is a place هو مكان بيبدأ هنا يعرفك بالـ ecosystem كـ definition تعريف للـ ecosystem فيقول لك هو مكان where حيثه animals plants and other living things live together هو مكان حيثه الحيوانات والنباتات والكائنات الحية الأخرى بتعيش live together مع بعضهم animals الحيوانات and plants والنباتات need each other بتحتاج بعضها البعض to live لكي تعيش they also need suitable conditions برضو النباتات والحيوانات دي زي ما هي بتحتاج بعضها البعض لكي تعيش عايزة عايزة زروف بيئية مناسبة لها تعيش فيها suitable اللي هو مناسب animals الحيوانات مالهة eat plants بتاكل نباتات insects حشرات and other animals وحيوانات أخرى to survive لكي تبقى على قيد الحياة تظل حياة they need & they need food food and shelter they need food water and shelter انه يكون عن درجة الحرارة المناسبة والملأمة لعيشتهم في المكان ده انهم يعيشوا ويتأقلمهم في المكان ده. تمام? يبقى هنا الحيوانات بسرعة كده بتحتاج تتغزة وبتحتاج تشرب بتحتاج يبقى الغزاء بتاع طبعا قمنا بتات حشرات حيوانات اخرى بتحتاج تشرب الووتر بتحتاج مقوى تحتمى فيه من الحيوانات الاخرى المفترسة بالاضافة لده كله بتحتاج ان الطقس اللي موجود في المكان اللي هي عايشة فيه تمام? يكون عند درجة الحرارة المناسبة لعيشتها في المكان عشان تقدر تكمل في المكان ده فهي منظومة متكاملة بلانتس طب احنا الوقت اتكلمنا عن انا منزل الوقتي ايه? هنتكلم عن البلانتس النباتات نيت بتحتاج دق شمس ووتر مية علشان تفضل على قيد الحياة عشان تقدر تعيش بعض النباتات بعض النباتات بتحتاج حيوانات طب بتحتاج الحيوانات في ايه؟ طيور حشرات علشان تحمل ايه؟ عشان تحمل البزور بتاعتها تنقل البزور بتاعت النباتات دي لاماكن مناطق ايه مناطق اخرى سو لكي زي كان جرو البزور دي تنمو وتبقى ايه؟ نباتات واشجار وورود وزهور كلايمت فيه فرق ما بين على السريع كده الوذر اللي هو الطقس يومين 3 يام اسبوع والكلايمت المناخي الدائم في المكان ده فبقول لك الكلايمت بيبقى فاطرة طويلة جدا اطول من الوذر فالكلايمت المناخي is also an important part of an ecosystem ما احنا قلنا الحيوانات بتحتاج ان الطقس يكون at the right temperature درجة الحرارة المناسبة اللي عايشة بتاعتهم في المكان ده طب الكلايمت برضو لا يقول اهم يعني الطقس اللي هو الكلايمت هاصلا هو ايه؟ الاب للايه للوذر فبقول لك هنا is also an important part of an ecosystem هو جزء مهم لي النظام البيئي ليه؟ trees give us oxygen الاشجار بتدينا الاكسجين اللي احنا بنا نتنفسه this makes the air cleaner ده بيخلي الهوى انضف and allows plants وبيسمح للنباتات animals حيوانات and humans والبشر to live ان هم يعيشوا in a comfortable environment في بيئة مريحة ما يكونش فيها تعب لهم تمام؟ تمام؟ يبقى هنا الاشجار بتدينا الاكسجين تمام؟ وبتاخد الكربون ده ده بيخلي الهوى ايه؟ اللي احنا بنتنفسه اكثر نظافة وبيسمح النباتات طبعا من حيوانات البشر ان هم يعيشوا في بيئة مريحة تمام؟ يبقى ايه اللي هو ايه؟ خدي عم الاكسجين اللي انت محتاجه وهات لسانه اكسجين الكربون اللي هو مضر ليك علشان تقدرون انتم تعيشوا ايه؟ عيشة تمام؟ مريحة طيب reinforcement فيها insects حشرات فيها monkeys rude ocean المحيط فيه dolphins دلفين فيه rocks صخور الموجودين في reinforcement وفي الأوشن ايه؟ Water مية sunlight ضوء الشمس تعالا كده يلا بينا صحة وغلط كل كائنات الحية بيتعيش مع بعضها في النظام البيئي تعال كده يبقى هنا يبقى هنا بتعيش مع بعضها البعض الحيوانات ما بتحتاجش النباتات عشان تايش لا بتحتاجها طبعا يبقى دي فولس لأن هي من ضمن الأكلها وأصلا حتى لو هتاكل حيوانات أخرى فهي محتاجة أن هي الحيوانات الأخرى دي بتغذى برضو على النباتات فهتاكلها برضو فلازم أن نباتات تكون موجودة الكائنات الحيوانات تحتاج طاقس حر جدا وتو هنا صفة وحشة أصلا الحر إن إحنا نعيش فيه لا طبعا اللي هو يبقى دي فولس يلا بينا نطلع اللي موجودة في التكست ده بسرعة أهي الأساس بتاعنا أصلا في كل تكست إن شاء الله الملوحظات اللي هي إيه؟ اللغوية قال لك هنا أنا هاخد هنا من أول سطر ده بي كونيكتد بي كونيكتد يعني إيه بي كونيكتد وبي اللي هي أم وإز و أور متصل كل شيء متصل طيب عايزك تعرف أبليس يعني مكان أهو إزا بليس وير أبليس دي اللي هي إيه؟ مكان أهو وير حيثو مش هنا مش معنا أي مش معنا أين هنا لأ أبليس وير حيثو بس لازم يجي عشان تستخدم وير وقبلها بليس لازم تجيب بعدها إيه؟ فاعل اللي بيقعد في المكان ده يبقى لك هو كذا كذا الانمال والبلانتس والأخر دي السبجيكت اللي بيعيشوا في الإيه؟ في الإيكوسيستم اللي هو البليس تمام طيب آه بيعيش مع بعض يبقى مع بعض اهو مع بعض مهم ونيد إيتش أدر بيحتاج كل من هما الأخر بعضهم البعض عايزك تعرف السوتب اللي هم لأي بمناسب كونديشنز اللي هي ظروف أحوال الظروف اللي الكائن الحي بيعيش فيها في المكان ده بيسمها كونديشنز طيب سيرفايب يظل على قيد الحياة اهو يظل يفضل عايش على قيد الحياة ما يموتش طيب آه شلتر اللي هو المقوى كلمة شلتر ده مقوى مكان بيحتوي آه بيحتمي فيه الكائن الحي ده من الخطر زي الحيانات الأخرى المفترسة وكده تمام اهو مقوى ممكن يكون صخرة ممكن يكون كهف اهي ان كان الشلتر بتاعه عند درجة الحرارة اهو يعني عند درجة الحرارة المناسبة اللي هو يقدر يعيش فيها الكائن الحي دي وعايزة الكائرة برضو ان البلانتز في احتياجها للحيوانات والطيور والحشرات ان هي بص هناخد بس الفيرب ده كاري تحمل الشيء هنا اللي هو ايه البزور المكان المكان اللي هو ايه مثلا واحنا اخدنا الفرق ما بين كلايمت ووذر كلايمت سطرته طويلة جدا اطول بكتير من الوذر الوذر مؤقت يومين ثلاثة طاقس كده عابر حس ده ما فيش في اي مشكلة هطلع بس من هنا ان ميك والشيء والأدجكتف او ميك اهو ميك يجعل ميك يجعل يجعل مين بقى هنا مهم يجعل بلص سامبادي شخص ورصامفن شيء بلص الأدجكتف الصفة ميك هنا يبقى ميك اتذكرت في التكست ميك اهي زا اير كلين مثلا عادي او تجعل الهواء الشيء هنا اللي هو الهواء الهواء اكثر نظافة ده الخاصة بي التكست ده اشوفكم معنا خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة